المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الصحفي جاء ليكشف عن ما هي الدوافع التي تقف وراء القيام بمثل هذه الزيارات الميدانية التي تأتي في مقدمتها التأكد من مدى تطبيق المعايير المتعلقة بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية لجميع الموقفات والنزيلات على حد سواء التي من بينها تلك المتعلقة بعدم التعرض لسوء المعاملة القاسية وطبيعة الرعاية الصحية المقدمة للسجينات والأنشطة التعليمية والتربوية داخل مراكز الإصلاح فضلا عن مراقبة نوعية الطعام وجودته إلى جانب تقييم حالة المرافق الصحية والمباني والعنابر والتأكد من توافقها مع معايير السلامة بما يكفل للمرأة كرمتها الإنسانية لا يوجد تعذيب ممنهج في البحرين لكذلك هناك تطور في ميدان في السجن النساء وثالث شيء والأهم أن خرجنا بالنتيجة أن الإدعاءات التي تروج لها المنظمات والأجهزة في الخارج لم تتحقق من الوضع على الميدان نحن تحققنا لذلك طبعا الفئة التي خاصناهم بالزيارة كانت الفئة الخاصة التي هم النساء والأطفال والأجانب والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة فإحنا خاصناهم بالزيارة أولا وبعدين نقاطي باقي المراكز والتأهيل والحبس الاحتياطي وقدرناها أن فترة العمل ستكون أربع شهور قد تمتد لأكثر من أربع شهور وقد تكون هناك فترة لحقة على هذه الأربع شهور من خلال زيارات متابعة لهذه المراكز للتأكد من أن تم تنفيذ التوصيات التي أوصينا بها في الزيارات التي قمنا بها في هذه المراكز المؤسسة الوطنية لحوق الإنسان أطلقت خدمة الخط الساخن المجاني لجميع المواطنين والمقيمين وعندنا الموظفين يردون عليهم بمختلف اللغات من أجل استقبال الشكاو نحن بدأنا بالخط الساخن قبل أيام قليلة وفي نهاية الثالث يوم من إطلاق الخط الساخن تلقينا 47 شكوى وطلب مساعدة من مواطنين ومقيمين المؤسسة الوطنية لحوق الإنسان أيضا بإمكان الأفراد والمقيمين يتقدمون بالشكاوى عن طريق الإنترنت ويوجد أيضا تطبيق يمكنهم تحميله على نظام الأندرويد والآيفون ترجمة نانسي قنقر